ثمن رئيس الهلال الأحمر الأردني الدكتور محمد الحديد دور الهلال الأحمر المصري خلال الأزمة الراهنة من الحرب الإسرائيلي على قطاع غزة أضف الحديد أن الهلال الأحمر المصري نجح في مواجهة العديد من التحديات الكبيرة لإدخال المساعدات إلى غزة منذ اليوم الأول للحرب وأوضح أن الجانب المصري عمل ومازال يعمل على إنفاذ المزيد من المساعدات في القطاع وذلك في ظل الأوضاع الصعبة والظروف غير الإنسانية التي وضعها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع مشيرا إلى أن هذا الجهد الإنساني سيحكي عنه التاريخ